وعلى ضوء الاتفاق الحاصل بين طرفي الإنتاج تقرر تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور ب675 ألف ليرة لبنانية ربما لو لا التسويات التي تشترح في اللحظات الأخيرة لعجزت هذه الحكومة عن إيجاد أي حل لأي ملف الفضل حتى الآن لمنكذ عهد الرئيس ميقاطي الرئيس نبيه بره في المصاري الذي سلكه ملف تصحيح الأجور والذي شهد تبدلا غريبا في المعادلات ففي 21 كانون الأول 2011 سقط اتفاق بعبدة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بفرض معادلة جمعت حركة أمل وحزب الله والطيار الوطني الحر وفي 18 كانون الثاني 2011 عادت الكوى ذاتها وأكرت الاتفاق عينه بعد طبخ تسوية بين الطيار الوطني الحر وميقاطي كان ضحيتها لكمة عيش المواطن والتلاعب به الملف سياسي بامتياز وتحكمت به لعبة المصاري